تقدم فضلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى الإسرائي والمعراج داعين المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة العطرة على الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام وأكد شيخ الأزهر أن رحلة الإسرائي والمعراج منحة ربانية ورسالة سماوية ومعجزة خارقة لنواميس الطبيعة جاءت تدبيتا وتكريما لسيد البشر أشار فضلته إلى أن الأزهر الشريف يدعو جموع المسلمين في شتى بقع الأرض لاستلهام العبري والدروس الفياضة من نبع تلك المعجزة الربانية التي أكدت أن العبودية لله مقام رفيع وشرف عظيم وأن الحياة بدونها تيه ودل ومهانة